الفقر في العراق عنوان عريض لمأساة العراقيين الذين باتت تطاردهم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وتدعيات قرارات حضر التجوال في هذا البلد يقبع نحو سبعة ملايين عراقي بحسب إحصائيات وزارة التخطيط تحت خط الفقر منذ سنوات يواجهون ظروفا معيشية غاية في السوق والسبب الرئيس في ذلك هو الفساد والإهمال الحكومي لشؤون المواطن في كافة قطاعات الحياة في البلاد معاناة هؤلاء العراقيين مستمرة منذ سنوات وجاءت اليوم ظروف منع التجوال بسبب فيروس كورونا لتضيف المزيد من المتاعب والمصاعب على حياة العراقيين والفقراء منهم بشكل خاص وبالرغم من المخاطر الصحية وقرار حضر التجوال لمواجهة مخاطر انتشار الفيروس فأن غالبية الأسواق الشعبية خصوصا في الأحياء الفقيرة ببغداد وباقي المحافظات تشهد حركة بيع وشراء شبه طبيعية وسبب ذلك أن البائعين يعيشون وعائلاتهم أوضاعا اقتصادية سيئة وليسوا قادرين على تحمل الانقطاع عن العمل ولو ليوم واحد ما دفعهم للتمرد على قرار حضر التجوال بالرغم من مخاطر انتقال عدوى الفيروس هؤلاء الفقراء المحتاجون مضطرون للخروج إلى العمل والبحث عن أرزاقهم بالرغم من المخاطر الصحية بسبب عجز السلطات الحكومية عن تأمين أبسط مقاومات الحياة لهم لمساعدتهم في تخطي تهديدات كورونا من خلال التزامهم بحضر التجوال الذي فرضته من دون دراسة أوضاعهم المعيشية وتداعيته السلبية عليهم ومع نية خلية الأزمة النيابية استقطاع نسبة من رواتب الموظفين في العراق من أجل مواجهة كورونا تحت عنوين عريضة منها سوء الوضع المالي وانخفاض أسعار النفط والتكافل الاجتماعي وتهميشها لكل ما يكابده المحتاجون من مرارات في هذا البلد يبدو المشهد في قادم الأيام بالنسبة لهذه الشريحة العريضة من المواطنين غاية في السوء ويبقى الفقراء والمحتاجون أمام خيارين أحلاهما مر فإما الموت جوعا وقهرا أو الموت بفيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر